الزواج وعلاقته بالنجاح المهني هل في علاقة بين الزواج والنجاح المهني في حد ينصحه حد يقول له بص انت عشان تنجح في حياتك اتجوز واستقر الأول في موضوع اتجوز عشان ما تفكرش غير بعد كده غير في شغلك ونجاحه وكده ويبقى الدنيا تمام حتى لعبين الكرة ساعات يقول لهم كده وفي حد تاني يقول لا انت لو اتجوزت هتنشغل بالولاد وبزوجتك وهتبقى انت مشغول طول الوقت غالبا مش هتنجح مهنيا بالقدر اللي انت شايفه مظبوط ايوما صح وهل في صح وغلط في القصة دي ولا لا ايه العلاقة بين الزواج والنجاح المهني ده سؤال عريض النهاردة نحاول نجاوب عليه لكن اسمحوا لنا راحب بضفتنا اللي من ورانا الاستاذة الدكتورة هلا يسري استاذ علم الاجتماع اهلا بحضرتك اهلا بك اشكرك سحي الزواج والنجاح المهني ايه العلاقة يعني يا دكتورة الاولا هل في علاقة نعم في علاقة ثانيا هل العلاقة قوية نعم العلاقة قوية وتأثيرتها متبادلة يعني الاستقرار في الحياة الزوجية بيؤدي الى نجاح مهني والنجاح المهني ايضا يؤدي الى استقرار في العلاقة الزوجية فهي علاقات متبادلة وتأثيراتها كبيرة على الاخر ايهما اللي بينعكس على التاني بشكل اكبر النجاح المهني ينعكس على الاسرة بشكل استقرار افضل ولا النجاح في العلاقة ما بين الزوجين هو ده يخلي فيه نجاح في الشغل اعتقد ان الاستقرار الاسري والنجاح في الحياة الاسرية بيطفي بظلاله على النجاح المهني لان اي قلق في البيت تأثيراته بترجع فورا على الشغل وفي المرأة بترجع بشكل اكبر من الرجل اه يعني لو جوزة منكد عليها في البيت اه بس ضبط كده ومن ناحية تانية لو نبص نلاقي فيه مؤرقات في العمل ها تبصي تلاقي حضرتك الست بتسيب المؤرقات على باب العمل ولكن الرجل يعود الى المنزل بكل الافكار والمؤرقات ليه الرجل ما يعرفش يسيب المؤرقات دي رجل يدخل حرق دمه وبعدين بيدخل ليزعق في العيال بالزبط ويقول لها تقوله الاكل حلو ولا وحش يقول لها ولا اكل ولا بتاع وش عارف ايه بتاع ويبقى متنرفز طول الوقت لكن فعلا الست ممكن ما تكونش كده بالزبط وهو ده يعني الفرق بين الرجل والمرأة لذا احنا بنقول الست قادرة على استيعاب الموقف الام يعني او الزوجة قادرة على استيعاب الموقف بدرجة اكبر كتير ولكن احنا عايزين نعلم اولادنا رجالتنا ان هما يتدربوا على ان هما يفصلوا بين الحياة المهنية والحياة الاسرية كلما امكن لان في اعمال بتتطلب تليفونات وكده بعد ما يسيب الشوء بالزبط ولكن كلما امكن يفصل مشاكل العمل عن البيت لان الاسرة تستحق ان هي تعيش في جو يعني صحي في جو سعيد في جو مفوش مقرقات منقلهمش مشاكل الشغل ليه البيت بس احيانا دكتورة يعني في حد حتى لو ما عندوش مشاكل في الشغل بس يحب يروح لما يروح البيت يقعد يتكلم عن الشغل وانا النهاردة قابلت فلان وقال كذا وقلت له انت ما جبتش الملف ليه قال له اصلا انا جاء ان شاء الله يقعد يحكي 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 عن حاجة الشغل الحقيقة اصحا انا بقرى ان هذا التصرف تصرف جميل جدا وبيخلق نوع من انواع الحوار المطلوب يعني انا اشجعه جدا داخل الاسرة احنا داخل الاسرة هنتكلم في ايه لازم في موضوعات مختلفة ومن ضمن الموضوعات الحاجات اللي الزوج بينقلها لأسرته او الاب بينقلها لأسرته وتكون مصدر للحوار اولا بيعلم ابنائه فن الحوار ثانيا بيتشارك مع زوجته ايه اللي بيحصل في العمل وممكن هي تستفيد وممكن تفيده كمان بفكرة لطيفة تخرج من المشكلات اللي هو بيقابلها لان زي ما احنا عارفين دماغ الست مختلف عن دماغ الراجل فلو هو تشارك معها الافكار ديت ممكن جدا هي تطلع بحل اينوفيتف كده يعني حل مستحدث مبتكر هو يحل كل مشاكله في الشغل انا عايز بيحرك برضو تقولي ايه الفرق بين دماغ الست والراجل في موضوع الشغل يعني هل الراجل الشغل بالنسبة له مش مجرد عدد ساعات عمل ده حياة بحال يعني ايه الفرق ما بين عقلية الراجل والمرأة فيما يخص العمل يعني شؤال نبيه جدا فعلا هناك فروقات اسحاء الراجل بيفكر في الشغل كأنه حياة كاملة انما الست هي عارفة ان الشغل مهم جدا بالنسبة لها وبالنسبة لأسرتها ولكن ايضا ليها جانب كبير من حياتها اسمه الأسرة ولها جانب آخر اسمه العيلة ولها جانب آخر اسمه الجيران واهتمامات كتيرة بتدمجها داخل الاهتمام العام بتاعها إنما الراجل مين لي مركز على الشغل والأصدقاء والأسرة يعني ده ترتيبة تيألي في ذهن الراجل طبعا هايزة يعني برضو الرجالة اللي بيشوفونا النهاردة إزاي يتعلم بلاش إزاي يعرف لكن على الأقل يتعلم أو يبتدي إن هو يفصل يفصل إن في حاجة اسمها شغل وحاجة اسمها بيت وأسرة وعيلة جميل أنا مهتمة بالرجل وبصحته النفسية وعلشان أنا مهتمة به وعايزة يكون أحسن حد وأسعت حد لازم شغل لوقته لإهتماماته لهمومه للحاجات الإيجابية بتاعته لازم كل يوم بينه وبين نفسه يحدد إيه إيجابيات اللي هو خدها في الشغل النهاردة علاقة طيبة مع الزملاء علاقة نص نص مع الرؤساء أنجز كتير ساعد ناس كتير فيها كان عنده تشالنج أو عقبة واحدة قدر إنه يحلها بطرق ما الشغل ما قالوش عليها ولكن هو حلها يعمل تقييم ذاتي للي بيعمله دي في المرحلة الأولى المرحلة التانية لازم يخلق عباءة العمل على باب الشغل يعملها إزاي دي دكتور صعبة؟ ما فيش حاجة صعبة إسحاء إلا لو هو عايز هتتعمل لو هو ضرب نفسه على كده هتتعمل لو هو لاقى الجو في البيت مساعد لكده هتتعمل فيش حاجة صعبة يعني بمناسبة الجو في البيت يساعد أو لا هو قرر إنه هو يسيب الوظيفة اللي بيتقضى منها أجر شهري ويتاجر مثلا جميل هل ده قراره ولا قرار الأسرة؟ أنا أقول إنه قرار الأسرة معاه ليه؟ احتياج الأسرة للأب ده شيء ما ينفعش إن أنا أغض البصر عنه يعني افرض إن جاله شغل خارج مصر ده سؤال مهم جدا طيب يعني أهل يسافر كده من غير ما يقول لمراته من غير ما ياخد أولاده ده قرار الأسرة ده أكيد يعني أنا بقول إنه ده قرار يخص الأسرة بأكملها ويجب أن يكون محدد بطايمينج بوقت معين ولازم ليه هدف معين يعني لما أعمل الفلوس كذا لما أقضي كذا أرجع لأن بعد الأب عن البيت بيخسر البيت حاجات كتير حتى لو فترات طويلة من اليوم يعني لو بيقضي ساعات طويلة من اليوم لازم تتعوض وجود الأب كقيمة كبيرة داخل الأسرة ده مهمة خالص في الكوالت طايم أو الوقت القيم للأسرة النهاردة عنده يوم أو اتنين أجازة في الأسبوع زي ما يبقاش متواجد بشكل مكاني كده خلاص أنا نفسي يعني يعني معظم الكلام دلوقتي بيبقى على المرأة وعلى أدوارها وعلى قد كده احنا بنسندها علشان تأدي واجباتها داخل المنزل وخارج المنزل بشكل جيد احنا مش بنساعد الراجل أو الراجل بياخد خطوة الوراء احنا مش عايزينه ياخد خطوة الوراء لا انت في مقر قيادة في الأسرة يجب أن تقود كما ينبغي وإحنا مستعدين نقدم لك كل العون والمساعدة والمسندة علشان تقدر تأدي دورك كرب للأسرة انت اللي أولادك بيبصوا لك وبيتعلموا منك انت القائد في البيت يعني أصحيح وانت مش موجود المرأة بتمسك كعصى القيادة هي اللي بتسوق انما أساسا انت القائد فعليك أن تقود بشكل ديمقراطي داخل الأسرة بشكل فيه حب ومحبة كبيرة بشكل فيه احترام متبادل بين كل أفراد الأسرة بشكل يعلم أولادنا كيف يقودوا أسرهم في المستقبل إزاي بابا يعود الولاد الوقت الكتير اللي بيعودوا برا البيت معظم الأبهات دلوقتي عشان يكف المصاريف والولاد وكده بيشتغل للأسف شغلتين وثلاثة بيطلع الصبح مثلا سبعة الصبح يرجع لهم تمانية تسعة بالليل بس رجع خلصان يعني رجع ما فيهوش مش عايز يعني هاكل لقمة ويترمي ينام على طول زي يوم الأجازة يبقى يوم مختلف أنا حرد على سؤالك بس أنا عايزة أثمن على ما يفعله الأب عندما يعمل في عمل أو اثنين أو ثلاثة ده أب له كل التقدير والاحترام وفي نفس الوقت بيدي نموذج لأولاده إن بابا بيتعب ويشأى علشان يجيب لنا لقمة العيش اللي تغطينا وتكفلنا احتياجاتنا وممكن بالزيادة كمان نبص لسؤالك إسحاء ازاي يعوضهم بص حضرتك مهما ادتهم من فلوس هيقولوا تاني مهما ادتهم من فسح هيقولوا كمان أنا نفسي يدي وقت من دماغه من فكره من محبته تترجم الكلام ده في كلمات في أفعال في مشاركة حقيقية يعني ماما بتعمل الغدا النهاردة كلنا نساعد بابا بيرتب الخطة بتاعة الإسبوع الجاي أو الإسبوع اللي بعده أو أجازة صيفية أو أجازة نصف العام اللي جاية نعود كلنا نخطط معاه نشوفه إزاي هو بيخطط يتشارك معهم خطط الأسرة يتشارك معهم دروس مستفادة يتشارك معهم قصص من الحياة يعني يشاركهم التفاصيل يشاركهم التفاصيل ويتكلم أنا والدي الله يرحمه كان باعد بكلم معاه بالساعتين لدرجة يقول لي هلا تعبتيني من كتر الحوار بس هو كان بيبقى سعيد سعيد إنه هو بيديني أصله مش حوار فقط هو بيديني من فكره وقلبه وعقله وخبراته وهو ده دور الأب دكتورة لو هندي نصيحة النهاردة لكل أب وأم بيشوفونا من أجل بيت ناجح بيت كويس يبصوا للأمر إزاي يبصوا لبيوت لبيتهم ده إن هم ينجحوا إزاي في ظل ظروف اقتصادية صعبة في ظل تحديات كبيرة البيت السعيد بيقوم على ثلاث ركائز الحب والإحترام والمشاركة دول الثلاث ركائز للبيت السعيد لازم كلنا نساعد بعض في إن هو الثلاث ركائز دول أو مرتكزات بيقف عليهم البيت السعيد ولو مش بنعمل كده النهاردة نبتدي النهاردة نتكلم نظهر مشاعر المحبة اللي عندنا البابا يقول لماما أنا بحبك قوي يسلم إيديكي أنت بالنسبة لنا حاجة كبيرة خالص الإبن أو الإبنة هيسمعوا ما بابا بيقول كده هيبتدوا يقولوا الكلام ده فهيرجعوا يا بابا إحنا بنحبك قوي يا بابا ربنا يخليك لينا يا بابا يبقى ده مشاعر المحبة الاحترام ها؟ في كلمات احترام اتفضل شكرا يسلم إيديكي حاضر من عناية ها؟ تؤمر يا بابا تؤمر يا ماما الكلمات دي افتقدناها كتير داخل الأسرة يا رب ترجع ويه المشاركة وقت التحضير السفرة الكل بيشارك مش ماما يعيني بتطبخ وبتحضر الترابيزة وبتشيل الترابيزة لا ده طبعا أنا بدي أمثلة بسيطة ويندرك تحتها يعني أمثلة كتيرة لها ثقلها الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى كيفية إدارة المنزل تبقى برضو بشكل تشاركي داخل الأسرة الحب الاحترام المشاركة شكرا جدا الأستاذ الدكتورة هلا يسري أستاذ علم الاجتماع نورتينا أشكرك يا إسحاق وأنا شاعدت بيجودي معكم وليسا معكم مشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع نفتح ملف مهم جدا الدروس الخصوصية بعد الفاصل